فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وروها أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية هذا معناه البراءة من من يفعل هذه الأفعال من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية هذا معناه تحريم العصبية وهي التعصب للباطل تعصب للباطل من باب الحمية هذا هو المذموم وهذا هو أمر الجاهلية سواء دعا إليه أو مات عليه أو قاتل عليه استباح دماء الناس من أجل العصبية القبلية من أجل أن ينصر قومه وعشيرته على الظلم فهذا هو الأمر المذموم المحرم في الإسلام والواجب على المسلم أن يدور مع الحق أينما دار سواء كان مع قومه أو مع غيرهم فإن كان قومه ظالمين فإنه يمنعهم من الظلم وإن كانوا مظلومين فإنه ينتصر لهم بدفع الظلم عنهم كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق نعم إذن الشيخ لا يسلم المعذم هل الإنسان حتى يخلص من العصبيات تماما؟ هذا نعم يكون مع الإيمان يكون مع الإيمان ومع العدل ومع العدل لتجرد من كل عصبية من كل عصبية وهواء